نشوف اعتراضات الاهالية اهالية منطقة الحي السادس والسابع لانه جاي كله جاي كل الحتة الجميلة دي لان هي حتة مناطق جميلة جدا بس هو عينه عليها بس بدل ما يحللك المشكلة لا يوجد المشكلة ان هو يطلعك وبعدين يبني طب ما تبني في المناطق الفضية وخليها ضمن التخطيط لا لا عندنا مشكلة كبيرة كبيرة في اولويات التخطيط في مصر تعالى نشوف الناس اهل المنطقة كتبوا ايه احمد فهمي قال يا ريت يا جماعة نعمل توكيلات لمحامين ويرفعوا قضية على المحافظة لان الموضوع شكله داخل في الجد معاهم وعايزين المنطقة باي شكل وهم بيجسوا نبض الناس وبيخوفوهم ويقولوا لنا القرار نافذ لمحالة واجروا على الحي وسلموا ولو هم متأكدين بيعملوا اجتماع وقالية مع السكان المنطقة وبيحاولوا يهمونا ويعرضوا بدائل علينا مع اني متأكد ان الحداية ما بتحدفش كتاكيد كله وهم نسلم وبعدها نتصدم بالواقع المرير الى اخر كلام احمد فهمي امي وهي من سكان المنطقة قالت عمرنا ما شفنا في بلدنا رقاصة ولا مغني ولا فنان ولا لعب كرة ولا فنانة خايفين من بكرة ولا شلوا بيوتهم ومش عارفين حيروحوا فين ما فيش غير عامة الشعب الناس المطحونة اللي شئت وتعبت بشرف وربت عيالها وما يملكوش غير الستر واربع حيطان بيحموهم احنا رفضين قرار الازالة احنا رفضين قرار ازالة المنطقة بكملها عاوزين تطوروا طوروا في اي مسكن او في اي مساكن حالية قرار ازالة هد وابني ورجع الناس مكانها لكن تشيل المنطقة وتتحكوا على الناس بملاليم ولا تخلوهم يروحوا اي مكان ويدفعوا اقصاد كلام مرفوض وغير مقبول حقك وبالمناسبة يا امي القانون بيكفلك كده والدستور بيحميك وبيحمي مسكنك لا رئيس ولا وزير ولا محافظ الدستور المفروض يعني انا اسف انها دولة وكده الدستور اعلى من الناس دي كلها طيب روئة او روكة المصري برضو حد من المنطقة اا روكة او رؤية بتقول عندك شقة ااا عندك شقة ملكي شريحة من الدولة وعقدها باسمك في جيبك تصحى الصبح تلاقي الدولة بتقولك احنا بيعنا الارض اللي عليها الشقة يلا خد شوية ملاليم روح اسكم بيهم في اي حتة تانية علشان احنا حنقيم مشروع مكان بيتك اصلا ما ينفعش المونوريل يعدي وسط المساكن اصلا احنا بنعمل المشروع الاول وبعدين نوسع له حسبي الله ونعمل وكيل ده بسط بي او كلمتين كده من ذوق المصري بتلم بيهم الموضوع بتلخص بيهم الحكاية كابتانو غالي بيقول احنا مش مخالفين يا ناس حرام عليكم مش منطقة فيها مجرمين ولا بلطجة دي حياتنا وكل ذكريات الطفولة شغلنا ومدارسنا وحياتنا كلها فيها تقول لا فينا استثمروا في اي حتة تانية تكون منطقة فعلا محتاجة ترميم وتطوير سبونا في حالنا اما نهلة طاهر فبتقول جين طبعا الموضوع موضوع الازالة اللي شغلنا كلنا واللي حاب حاب اشاركه اشارك برأيي بحكم اني من ابناء الحي السادس هو والدتي ووالدي من قاعدة من الناس اللي سكنوا فيه المكان اصبح استراتيجي بمعنى الكلمة مركز القاهرة من جميع الاتجاهات يربط بين وسط البلد من كبر اكتوبر والتجمع القاهرة الجديدة وكل مدينة نصر وطبعا جنبنا الاسم وامن الدولة ونادي الشرطة احنا موجودين في المكان من ايام كانت مدينة نصر كلها صحرة وجبل وخط اوتوبيس واحد اتنين وستين ازاي بعد ما وصلنا للمستوى المريح ده بعد مشوار تعب ومشقة من بدايات الحي السادس عايزيننا نسيبه كده ردوا عليهم يا جماعة يا دولة لو عنديك رد على المواطنين المصريين اللي المفروض ان الدولة بتشتغل علشان تريح الشعب يعني وكأنها دولة انا اسف المفروض الحكومة بتشتغل علشان تريح الشعب الحكومة بتشتغل علشان تخرب بيت الشعب وتاخد بيته وترمي المنطقة حيوية وحلوة وجميع عظيم الكلام ده بس كمان انا هنا بقالي ستين سنة بقالي اربعين سنة انا شارب فلوسي محدش مديني منه والدستور والقانون بيك فل حقوقي اذا كان يعني فيه ناس تاخد بالدستور والقانون طيب اه ناخد كمان الناس لسه كتبها تعالوا نشوف الناس لسه كتبها حاجات كتير او انا انا مهتم اعرض على حضراتكم او رأيي الناس سواء بالتليفون او بسوشيال ميديا عثمان شرف دولة منحازة للاغنية وضد الطبقة الوسطى والكادحين الحي السادس اغلبه اسكان شعبي اقسم بالله العليل العظيم هم ضد الفقرة مش شايفينهم اصلا ولا شيء زو قيمة في عيونهم في عيونهم سيب من اللقطة اللي احيانا بتتعمل سيبك من اللقطة اللي احيانا سيبك من اللقطة والله يا ابني والله يا عثمان انت جبت من الاخر محمد بقى كتب لنا بسط ساخر من قائد الجيوش ومحطم المدن احنا حنزيل الحي السادس والسابع سلموا تسلموا من هلاكو العصر هلاكو اللي بيجي عالفقرة والغلابة من هلاكو اللي مش عايز الناس تقعد في بيوتها اصل البيوت لمؤاخذة شكلها مش حلو يا راجل روح روح نيويورك واركب المونوريل بتاعهم المترو هتعدي من مناطق سيئة جدا ما راحتش امريكا شاريتها ليه معاها فلوس وسلاح لانها بتحترم حقك وملكيتك انما احنا من هلاكو محطم الجيوش ومحطم المدن مايكل قال يا جماعة مايكل مايكل قال الحي السادس اللي حيتهد في مدينة نصر فيه 3500 واحدة سكنية المشروع اللي حيتبني مكانهم حيبقى أبراج مهولة زي اللي تبنت في مسلس مسبيرو السؤال هل المكان يستحمل يتحط فيه كل العدد ده من الناس ايه تأثيره ايه تأثير ده على المرافق والمواصلات والشوارع يا مايكل انت بتسرق اسأل بتسأل 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 اسئلة منطقية وبعدين بيقولك مصر مصر فيها ها المصر اللي فيها متين وتسعة عفوا اه اتناشر مليون اتناشر مليون احالي تلتاشر مليون وحدة سكنية مغلقة ده حسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء سنة 2017 محتاجة تبني وحدات سكنية تانية ده انت عندك حوالي تلتاشر مليون وحدة سكنية فضيين مش سكنين ده انت بتطلع تقول للناس هاتوا فلسكوا وتعالوا اشتروا فتعمل ايه الدولة تمنع البناء عشان تجبرك يا مواطن تروح طب انا مش عايزة اسكف شقة عم انا حر عايزة راحش تريل اقراط ارض مية اربعة وسبعين متر وابنيه انا حر بالمناسبة انا حر لا حر ازاي ده مية اربعة وسبعين ده ده نص اراض كمان انا حر عايزة ابني في الصحراء يا عم انا حر كيفي كده زي ما قال المطرب العالمي الاساس ويجز كيفي كده انا عم عايزة ابني مطرح ما ابني لا 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 ما تبنيش الدولة هتبني وانت هتشتري ورجلك فوق الرئابتك لا والله لا والله ما حكم عسكر وعلى قولت المخرج دي نظراج دي ده في الاقتصاد اسمع رجلك فوق الرئابتك هتشتري هو كده كيفي كده